بالمنتخب الإيطالي عقب الخروج من الدور الأول لمنافسة كأس العالم بالبرازيل تيزار برانديلي المدرب الإيطالي رسم التحاقه بنادي غالت أسراي التركي الذي سيشرف على عارضته الفنية برانديلي سيلتقي الثلاثاء مع مسيري الفريق ولاعبيه الجدد أيضا قصد الحديث معهم والتعرف عليهم قبل الشروع في التحضير للموسم الجديد المخضرم الإيطالي اختارت دورية تركي من أجل رفع التحدي من جديد ومحاولة إثبات زاده التدريبي وتجاوز خيبة أملهم على سكوادر عدزوري في مونديال بلاد السنبا رغم الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء بلاده الأرجنتين أمام بلجيكا في ربع نهائي مونديال البرازيل والتي ستحرمه من مواجهة هولندا في نصف النهائي إلا أن أنخيل دي ماريا نجم ريال مدريد لا زال يسيل لعاب عمالقة أوروبا فإدارة باريسان جيرمال فرنسي عبرت استعدادها لدفع 60 مليون يورو نظير الفوز بخدمات اللاعب المتألق في المونديال صحيفة أصل إسبانية كشفت أن انتقال جناح النادي الملكي إلى البياسجي قد يكون وشيكا خاصة في ظل رغبته في الرحيل ورغبة الريال في التعاقد مع جيمز رودريغاز نجم المنتخب الكولومبي ونادي موناكو الفرنسي مصائب وصمو جيان نجم المنتخب الغني تتواصل بعد الخروج من الدور الأول لمونديال البرازيل على وقع بعض الفضائح التي لحقت بالنجوم السوداء خلال إقامتهم في بلاد الصامبا مهاجم نادي العين الإماراتي نجى من موت محقق بعد تعرضه لحادث مميت خلال رحلة بحرية في بلاده مرافق جيان في الرحلة المغني كاصدرو لم يكن بنفس حظه حيث لاق حتفه في الحادث رفقة امرأة كانت معهما في الرحلة التي استحب فيها جيان ثلاثين من رفاقه وهو ما أدخل اللاعب في صدمة نفسية كبيرة للتذكير فإن خفر السواحل لم يعثروا بعد على جثتي الغريقين